السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ايب رحيم. كمكملين في سلسلة ما يطلبه المشاهدون. يلا نبدأ. هعمل الخط دكبالت. وهرفع النقطة. هم سلسلة ما يطلبه المشاهدون. ازود الرفع اكثر. سلسلة ما يطلبه المشاهدون. هم سلسلة ما يطلبه المشاهدون. هي نفرغ هذوق انه قدي هاخد من الخط داكوبي ونحرك الخط داكوبي ونعمل الثلت ونحرك والخطين دول نعملهم جاين والبن المترجمه وارجع الخطوط مكانه من جير السيرفس اول ما وهرك الخطوط السيرفس سيتحرك معاية الكورد علشان الركورد مايبس اقفل اللير وحرك النقط هنا هو اعلى شوية ارفع النهاية دي شوية عشان هي اعلى اشتركوا في القناة ويخير قد ايخوتكو بي من خطوط دي حرق دا نقص الزيادة ايجوين اعمل الخط داسبلت نرجعه مكانه يلوف يكسره هنا وهعمل ريبيلت اعمل خطوط دا اعمل خطوط دا اعمل خطوط دا اعمل خطوط اعمل خطوط حرك النقط بحيث الافصد يكون مضبوط والحركة افضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وافتح المقص دي علشان الخطين مش على بعض اقفل النهايات على بعض اعمل خطوط اعمل خطوط اعمل خطوط اعمل خطوط اعمل خطوط اشتركوا في القناة 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 وقص زياد هنعمل الزلد هنعمل الزلد في البولدرات من تحت هنعمل الزلد اشتركوا في القناة 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 وضع محط ميدوائد بيرو انتر وبعب ونزله لتحت كده بعدين هاخفل حلال الحجر نعمل اكتراكت ايزو كار بستهدم ويركات نعمل اكتراك لو حابت كورس راينو مرتب ومنظم اكتر من بلاي لست اليوتيوب تقدر تشوف كورس التعاي موجود تحت بسكريبشن في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته